اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وسيبا نفسها كده ما بتتعليكش لكن هي مش عارفة يعني هل ده ممكن يكون من سحر ولا لا الى اخرى هذه الامور اولا الانسان اللي معمول له سحر والسحر ده عنده بقاله سنين بيشعر هذا الشخص بامور معكوسة وبتسير الامور على غير مراده لسنين وطبعا الاشياء دي كان بيسعى اليها ولكن بتتعطر في الطريق يشعر هذا الشخص المسحور على فترات متبعدة بتكسير في الجسد طبعا يروح للطب الطب مفيش حاجة يدي له علاج لكن واجع الجسم وقلب الجسم وتكسير الجسم زي ما هو وكلما اقدم على عمل جديد يشعر بتعب ده شخص عنده سحر قديم ومع شديد الاسف دائما الشخص الذي عنده سحر قديم يشعر بحالة نفسية سيئة او حالة سيئة مستمرة او حالة مزاجية سيئة ومع شديد الاسف احيانا هذا الشخص لو نظرت في عينه تجد بريق في حدقة العين عينه المنطقة السودة في العين دي بتبرؤ دي طبعا علامة من علامات المعالجين بيتفهموها يعني وممكن الشخص العادي يلاحظ الكلام ده اه تجد مثلا تقلب المزاج الغير مبرر ويتحول الى شخص عصبي يعني بعد ان كان شخصية متزنة شخصية هادئة شخصية حليمة يتحول الى شخص عصبي يشعر الشخص المسحور احيانا انه مدفوع بقوة لا ارادية دي حاجة غصب عنه ومش عارف هو ليه وصل للمرحلة دي دي اعراض للسحر القديم انتظرونا في اللقاءات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته